أهلنا بحضراتكم مشروعات قومية عملاقة نفذتها الدولة منذ عام 2014 في شتى المجالات في إطار خلطة التنمية الشاملة بكل محافظات الجمهورية البداية مع المشروع القومي للطرق حيث بلغ إجمالية الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولى والثانية 4500 كم ومن أبرزها الطريقة الدائرية الإقليمية بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 سبعة محاور من أبرزها محور رود الفرق الذي يضم كبري تحيا مصر الملجم الذي دخل موسوعة جانس للأرقام القياسية كأعرض كبري ملجم في العالم كما تم إنشاء ما يقرب من 600 كبري ونفق أعلى مزلقنات السكك الحديدية وعند تقطعات الطرق الرئيسية كما أنشأت الدولة الأنفاق الجديدة بقناة السويس تحيا مصر بالإسماعيلية وثلاثة يوليو ببورسعيد بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس والتي تعد الأطخم في تاريخ مصر بسواعد مصرية كاملة وتختصر زمن العبور أسفل القناة لاستغرق نحو 20 دقيقة بدلا من الانتظار على المعاديات لمدة قد تصل إلى خمسة أيام وتعد منظومة جديدة لربط سيناء بكافة أنحاء مصر لتلبية متطلبات التنمية في هذه البقعة الغالية وذلك بتزامن مع منظومة الكبار العائمة والتي تنتشر على طول المجرى الملاحي لقناة السويس أما في مجال تطوير السكك الحديدية فتستمر الدولة في مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية هذا بالإضافة إلى توريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة بالتزامن مع دعم الشبكة بالجرارات الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير وعمرة القديمة كما تم الانتهاء من التطوير الشامل لأربع مائة وخمسة وثلاثين مزلقانا وتحسين وصيانة مائة وسبع وستين محطة سكة حديد أما في مجال مترو الأنفاق فقد تم الانتهاء من أربع محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وتم افتتاحها لركاب وهي هارون الألف مسكن نادي الشمس وهيليوبلس كما تم بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي السلام العشر من رمضان العاصمة الإدارية ومونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة السادس من أكتوبر أما في مجال الموانئ البرية فقد تم إنشاء ميناء قسطل البري وهذا شرق النيل على مساحة خمسة وأربعين ألف متر مربع وميناء أرقين البري غرب النيل على مساحة مائة وثلاثين ألف متر بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتطوير ميناء طابة البرية وقاري تنفيذ مشروع التطوير الشامل لميناء السلوم البري كما عملت الدولة على تطوير الموانئ البحرية مثل ميناء ضمياط والإسكندرية وموانئ البحر الأحمر سفاجة والغردقة وشرم الشيخ ونويبع وبرتوفيق مجاهدين الكرام استعراضة لحضراتكم المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة تحديداً في مجال النقل والطرق منذ عام 2014 شكراً لحضراتكم شكراً لحضراتكم